نظمت مدارس المرحلتين الأولى والثانية من مشروع التمكين الرقمي في التعليم نظمت مؤتمرا تربويا معنوان التمكين الرقمي في التعليم ومستقبل البحرين التعليمية استعرض خلاله الطلبة المعلمون أبرز تجاريبهم في مجال نمج التقنية في التعليم التفاصيل في سياق التقرير التالي في ضوء نجاح مشروع التمكين الرقمي في التعليم والذي جاء تنفيذا لتوجيهات ملكية سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه نظمت مدارس المرحلتين الأولى والثانية من المشروع وعددها 17 مدرسة مؤتمرا تربويا بعنوان التمكين الرقمي في التعليم ومستقبل البحرين التعليمي استعرض خلاله الطلبة والمعلمون أبرز التجارب في مجال دمج التقنية في التعليم خاصة ما يتعلق منها بالتطبيقات التعليمية الرقمية والمختبرات الافتراضية للعلوم وتقنيات التواصل التعليمي الالكتروني فضلا عن أوجه استفادة الطلبة ذوي صعوبات التعلم من الإمكانات التعليمية المتطورة للمشروع وقد حضر سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم جانبا من فعاليات المؤتمر الذي احتضنته مدرسة الاستقلال الثانوية للبنات حيث اطلع على نماذج من التجارب المتميزة للطلبة والمعلمين أولها تجربة إنشاء القصص التعليمية الإلكترونية لمدرسة القضيبية الإعدادية للبنين والتي استطاعت توظيف إمكانات تطبيق رقمي خاص بإنشاء القصص لإعداد قصص ذات صلة بدروس مادة العلوم لخلق بيئة تعليمية مليئة بالتشويق والمتعة لا شك إن هذا المؤتمر اليوم عن التمكين الراقمي في التعليم يعطي دلالة واضحة على نجاح هذا المشروع داخل مدارس وزارة التربية والتعليم والذي يأتي أيضا مكملا ومعززا لمشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل حيث استمعنا وطلعنا على تجارب قدمها أبنائنا الطلبة والطالبات تناولت الاستخدام الأمثل وكيف تستطيع المدارس من خلال هذه المنظومة المتطورة في إيصال المعلومة للطلبة في الفصل الدراسي والتعامل أيضا والتواصل معهم بعد نهاية اليوم الدراسي وكيف استطاعت أيضا المختبرات الافتراضية أن تعطي فرصة كبيرة للطلبة تمنياتي للجميع وأشيري أيضا بكل اقتدار بزملائي في الميدان شهد الوزير عددا من جلسات النقاش الطلابية التي تناولت آراء الطلبة ووجهات نظرهم في مجالات التعلم الإلكتروني كافة ثم قام الوزير بجولة على أركان المعرض المصاحب للمؤتمر والذي قدمت خلاله المدارس المشاركة أفلاما ومطويات تعريفية عن أبرز إنجازاتها في إطار المشروع سهل عن التمكن رقمي عملية التدريس جعله ممتع وهي شيء يحفز طلب على التدريس بكل نواع البرامج التمكن رقمي في التعليم ويد أضاف لنا خلال نوثق في نفسنا وسهل علينا العملية التعليمية التعلمية تمكن رقمي ساعدنا في ودى أشياء يطور العلم وخلي العلم أحلى وأسهل وأشكر جاهزة البلك على المشروع يفضني ويد من ناحية واقت من ناحية الناس يعني يخلينا نستمتع وإحنا ندرس ويعني تدش المعلومة أكثر تمكن الرقمي الدراسة والحفظ وسهل علي كله اختبارات الامتحانات برنامج كالكوزي لايز هو برنامج نستخرمه في الصف وحق حل الواجبات يعطينا نرسة واجبات ونحلها في الصف سؤالين أو أكثر نحل على حل الإجابة اللي يخجل راح يجاوب وما يخجع تمكين الرقمي هو وسيلة جديدة يعني في البحرين حق تعليم الطلاب بطريقة أسهل وهي يساهم وايد يعني أن يخلي الطلاب يحبون المدارس يعني تمكين الرقمي يخليهم بطريقة بالإنترنت ومعروف أن الناس يعني في هالجيل يحبون الأشياء الإلكترونية تشرفت اليوم أني أنا كنت عرفت مؤتمر التمكين الرقمي اللي شكل لقاء متميز بين تجارب من مدارس مختلفة في توظيف المستحدثات التكنولوجية في التعليم وما أعتقد أن في أي أحد اليوم ما استفاد سواء من التجارب المتميزة اللي عرضت أو المناقشات اللي تم تداولها بعد ذلك بصراحة أنا جدا تفاجأت بتكريم سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي تكريم الخاص لي كونه أعجب بالقائي للمؤتمر وهذا يمثل شرف كبير لي ولحظة ما رح انساها أبدا الوزير النعيمي أشاد بما رآه من مشارع وتجارب تعليمية مدرسية تبعث على الفخر والاعتزاز وتؤكد نجاح مشروع التمكين الرقمي في التعليم في تحقيق أهدافه التي دشن من أجلها والتي عززت من النتائج الإيجابية لمشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل مشيرا إلى أن هذا المستوى المتميز لمدارس التمكين الرقمي يحفز الوزارة على مدل المزيد من الجهود للارتقاء بعملية تطبيق المشروع في الفترة المقبلة تعزيزا للتعلم الإلكتروني في المدارس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر